موسيقى الوحدة إلى ربع نشرة ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوين الرباط تدعم المخترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار في غزة ورئيس ديبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين يؤكد على أهمية دعم المغرب يقول واشنطن ممتنة لجهود ملك المغرب وضيف الملف المحلل السياسي للقناة عبد الحميد جمهري من وجدة ينضم للظهيرة والمغرب حاضل في القمة الكورية الإفريقية الأولى بسيول انطلقت اليوم تؤسس لشراكة تريدها كوريا وإفريقيا أن تبني نموا مشتركا الرقمنة الكورية مطلوبة في إفريقيا وطاقة إفريقيا مرغوبة في السيول يلامس عددهم النصف مليون مترشح ومترشحة لامتحانات البكالورية هذا العام والأغلبية في الشعب العلمي أرقام كشف عنها شكيب بن موسى ونبدو المجتمع مع سعاد زعيد روي على إقاع الامتحانات ضيف الظاهرة محمد الحبابي رئيس كونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب سؤال الظاهرة حول تسويق منتجات القنة بالهنت أهلا بكم من منطلق قناعته الثابتة وإيمانه الراسخ بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود سنة سبعين وستين تسعمائة وألف عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية المغرب يذكر بموقفه ويعبر في بلاغ صدر عن وزارة الخارجية عن دعم الرباط للمقترحات التي قدمها رئيس الأمريكي جو بايدن في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة أولوج المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين يونس رفيق تأكيد من المملكة المغربية على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بلاغ وزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ذكر بأن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس تؤكد على أهمية هذه المقترحات التي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة وولوج المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة الوزارة أوضحت أن المملكة المغربية تأمل في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها ويتكون المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن من ثلاث مراحل تستمر المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل وقفا شامنا لإطلاق النار مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في قطاع غزة مع إطلاق حماس راح عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية فيما يجري خلال المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المحتجزين الأحياء المتبقين لدى حركة حماس بمن فيهم الجنود والرجال وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع تحول وقف إطلاق النار المؤقت لوقف دائم للأعمال العدائية في حال أوفى الطرفان بالتزاماتهما فيما تشهد المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة كذلك يجري إعادة رفات من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا وحسب بلاغ الخارجية المغربية فإن المغرب يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 تسعمائة وألف وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جانبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية تؤكد على أهمية دعم المغرب لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن وممتنة لجلالة الملك محمد السادس على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو موقف واشنطن عبر عنه رئيس ديبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن عقب محادثات هاتفية أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا رئيس ديبلوماسية الأمريكية شدد على أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس بايدن باعتباره وسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر اندماجا وأكثر سلما واستقرارا وضيف الملف ينضم إلينا من وجداء المحلل السياسي للقناة الثانية عبد الحميد جمهري إذن موقف الديبلوماسية الأمريكية واضح يؤكد على أهمية دعم المغرب لمبادرة أو لمقترحات رئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإشادة من واشنطن بجهود جلالة الملك محمد السادس من أجل مساعدة الغزين كيف يمكن التقاط رسائل الخارجية الأمريكية في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة من المؤكد أن هذا الموقف سيسجل في حوليات كل ما يتم اليوم وله علاقة بتطورات الوضع في غزة أول ما سيسجل بأنه الخارجية الأمريكية قل ما يكون لها موقف لتتمين للعواصم العالمية من الخطوات التي تقوم بها وعادة ما تكون هذه الخطوة مقرونة بحجم ودور الطرف الذي تتمين واشنطن مواقفه اثنين لا شك أن الولايات المتحدة تقدر تقديرا عاليا بل أكثر من هذا لابد أنها تعرف ما قام به المغرب وما يمكن أن يقوم به من أجل دعم هذه الخطوة ثلاثة أن أعتقد أن الولايات المتحدة هي أول من تعرف أن جلالة الملك كانت مواقفه من البداية تركز على هذه الأولويات التي جاءت في مبادرة بايدن وبالتالي فالمغرب يجد نفسه بالفعل بأن الأولويات أو العتبات كما نقول الدبلوماسية التي بنى عليها المخطط الذي جاء به الرئيس الأمريكي هي كانت منذ 7 أكتوبر وخلال جميع القمام العربية الأولويات التي ركز عليها جلالة الملك النقطة الرابعة وهي أهمية قصوى وهو أن الموقف الأمريكي بحد ذاته كان تجاوبا مع ما دعا إليه جلالة الملك بوضوح وبكلمات واضحة خلال موعدين أساسيين أولهما الكمة المشتركة العربية الإسلامية في الرياض ثم قمة التعاون الإسلامي والتي دعا فيها جلالة الملك ونذكر العبارة التي قال فيها أن على الدول التي لها تأثير في مصارات القضية أن تتدخل بوعي وحكمة بما يفيد وقف هذه الكارثة الإنسانية ولعل الولايات المتحدة أدركت الرسالة وتلقتها فالقوة الأساسية المؤثرة في مصارات القضية في القضايا الشرق الأوسط كلها وفي هذه القضية بالذاتي الولايات المتحدة وبتالي أعتقد أن الخطة في جزء منها كانت أهلا وسلم اسمح ليس عبد الحميد الجمهري أضيف نقطة خامسة إلى جانب النقاط الأربعة التي توقفت عندها وأعود هنا إلى بلاغ الخارجية المغربية اليوم الحرب في قطاع غزة تدخل شهر الثامن تواليا وبلاغ الخارجية كان واضحا قناعة المغرب ثابتة وإيمانه الراسخ ينطلق من قاعدة أساسية إقرار السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمر إلا حتما عبر حل الدولتين دولة فلسطينية تقوم على حدود يونيو سنة 1967 تتعايش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية ربما موقف المغرب وتأكيده على حل الدولتين هو موقف ينضاف إلى مواقف أخرى سجلتها المملكة المغربية في ذلي الحرب المفتوحة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة في انتظار وقف لإطلاق النار من المؤكد أن الرسالة الضرفية إذا شئنا الحالية هو أنه سيكون من الخطأ ومن الخطر الاكتفاء بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر أو الدفع بأن يكون هناك مسلسل يقف عند هذه الأولويات التي نذكرنا بل لا بد من معالجة الوضع من أصله ومن جذره وأصل المشكلة كما يقول جلالة المالك دائما وفي كل الرسائل ويعيدها تقريبا سنويا بمناسبة 29 نوفمبر ويوم الدعب الشعب الفلسطيني وفي كل اللحظات الحارجة بأن لا حل نهائي لدرء هذه المخاطر إلا بحل الدولة الوطنية الفلسطينية بطبيعة الحال جنبا إلى جنبي مع دولة إسرائيل حسب المقرارات الأممية لأن هناك بالفعل خلل أول دولي في القناة الدولي فنفس القرار الذي ينشئ نفس الهيئة الدولية التي أنشأت الشرعية القانونية الدولية لإقيام إسرائيل هي نفسها التي أكدت وقررت أن تكون هناك دولة فلسطينية وكما يقول الفلسطينيون هناك اليوم جانب قائم وجانب يجب أن يقوم لكي يكون هناك حل نهائي وسلمي وهناك لا بد من مسلسل لإطلاق عملية السلام يقوم على التفاوض وعلى قوة السلام وأعتقد أن المغرب في تتمين الدول ليس فقط لولايات المتحدة ولكن أيضا جميع الدول التي تتعامل وتعرف موقع المغرب أن موقفه كان دائما عنصرا فراج سواء كانت الأزمة أو كانت الحرب أو ما بعد الحروب يكون المغرب من القوى التي تبني السلام وأيضا تبنيه على مقومات عادلة وأول هذه المقومات هو قيام دولة فلسطين وأعتقد أن المغرب في هذا ليس فقط وفاء منه لتاريخه ولكن أيضا لأنه كان هو أصل ميلاد الشرعية الفلسطينية هنا في الرباط في 1974 اعترف العرب وأقرى العرب ثم من بعدهم الأمم المتحدة بأن منظمة تحرير الفلسطينية ممتل الشرعي والوحيد لفلسطين وأيضا كان هناك إقناع بمصارات السلام من خلال المحطات كلها سواء في مدارة 21 أو 91 أو في أصل 93 فالمغرب كان له قوة وأعتقد أنه في الكلام الذي الوارد على اللسان الخارجي هناك دعوة إلى أن يواصل المغرب هذا الدور وهناك ثقة في قدرتها على أن يكون عنصر لبناء السلام بواقعية ووفاء شكرا لكم المحلل السياسي للقناة الثانية الأستاذ عبد الحميد جمهري كنت معنا مباشرة من وجدة في انتظار اتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة نار جيش المحتل الإسرائيلي تسقط شهداء جدد في خان يونس القطاع أو على الأصحة ما تبقى من القطاع بتفاصيل حياة تكاد أن تكون متوقفة كيف لا وغزة بدون ماء ولا دواء ولا غذاء لأن المساعدات على قلتها في انتظار تأشيرات العبور يصدرها المحتل جليلة بن فتان حرموا من مياه صالحة للشرب لكنهم أصبحوا محاطين ببيراك السرف الملوة التي تزحف بخطة بتبت جهي خيامهم لتعمق من معاناتهم جراء الحرب حسار لخيام النازحين بخان يونس بالمياه الملوة وأكوام القمام والحشرات هو الوضع الذي بات يعيش عليه النازحون ما يهدد بكارثة إنسانية منظمة الصحة العالمية حذرت من أن حالات التهاب الكبد الوبائي ألف والإسهل أخذة في الارتفاع والأمراض الأخرى كالكوليرا يمكن أن تصبح أكثر انتشارا بسرعة لم يتحسن مستوى حصول النازحين على المياه النظيفة معاناة تفاقمها توقف المساعدات والإمدادات الشحيحة التي كانت تصل إلى مئات الآلاف من النازحين عبر معبر رفح بعد سيطرة إسرائيل عليها العدد بلغ 242 يوما والمعاناة باختلاف أشكالها مستمرة حسار قصف قتل مجازر دمار وتجويع يوميات يعيشها سكان غزة لا يختلف نهارها عن ليلها فالعدوان الإسرائيلي على القطع متواصل برا وبحرا وجوا والحصيلة تزداد يوما بعد يوم أزيد من 36 ألف وأربعمائة شهيد أغلبهم نساء وأطفال فيما الجرحة تجاوز عددهم 82 ألف وسبعمائة شخص ولوضع حد لتصاعد العنف في قطاع غزة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الطلب من مجلس الأمن الدولي دعم مقترح وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة الذي كشف عن تفاصيله الرئيس جوبيدا قبل أيام يهدف إلى وقف إطلاق نار وإطلاق صراح جميع الأسرى عبر ثلاث مرحل وبهذا نغلق الورقة التي خصصناها في الظهيرة للوضع في قطاع غزة في ثاني ملفات الظهيرة القمة الكورية الإفريقية تؤسس لشراكة تريدها سيول والقرة الإفريقية أن تبني نموا مشتركا وتضامنا مع القرة الإفريقية القمة انطلقت اليوم بسيول بحضور أكثر من 45 بلدا بقرة الإفريقية والمغرب حاضر ممثلا برئيس مجلس مواب راشد الطالبي العالمية تبحث قمة سيول على مدى يومين سبل تطوير التعاون بين كوريا وإفريقيا في المجال الاقتصادي في الطاقة والرقمنة بات ودها مطلوبا يفرش لها البساط الأحمر القارة الإفريقية محور اهتمام وتنافس دولي قمة انطلو الأخرى تدعى إليها دول القارة وفي مختلف المناطق الوازنة جيوسياسيا واقتصاديا قمة إفريقيا كوريا يحضرها في سيول المغرب الحامل لقضايا القارة والمدافع عنها يمثل جلالة الملك محمدا السادس في القمة رئيس مجلس النواب راشد طالبي العالمي الذي أكد في كلمته باسم المملكة أن الشراكة الإفريقية الكورية تتكامل مع باقي شراكات القارة وتشكل إضافة لجهود تقدم إفريقيا واستقرار العالم وتحقيق العدالة الدولية ومع التذكير بمثانة علاقات التعاون التي تجمع المغرب وكوريا وبتنوع مبادلاتهما التجارية ذكر الطالبي العالمي أيضا بأن المغرب ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش وقع مع البلدان الإفريقية أكثر من ألف اتفاقية وبروتوكول تعاون مع أربعين دولة إفريقية ليتجاوز عدد الاتفاقيات التي تجمع المملكة مع أشقائها الأفارقة ألفا وخمسمائة اتفاقية رئيس مجلس النواب المغربي ذكر بأن جلالة الملك أطلق مع أشقائه رؤساء الدول الأفارقة مشاريع إنمائية مهيكلة تهم على الخصوص مجالات الفلاحة والتنمية المستدامة والانشغالات المناخية وذلك بناء على رؤية بعيدة المدى تتوخن بثاقة إفريقيا جديدة وقوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها وذكر الطالب العالمي في هذا السياق بالأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية 13 بلدا إفريقيا وتمكنها من مادة حيوية للتقدم ألا وهي الطاقة وسجل الطالب العالمي أن هذا المشروع يتكامل مع المبادرة الدولية التي أعلن عنها جلالة الملك شهر نوانبر 2023 والتي تتوخى تمكين هذه البلدان من الولوج إلى المحيط الأطلسي وفك العزلة عن تلك التي لا تتوفر على منافذ بحرية وتنفيذ مشاريع مهيكلة عابرة للحدود تربط إفريقيا بالعالم وتشرك مختلف القوى الاقتصادية في هذا المشروع الإنمائي الطموح قمة إفريقيا كوريا التي افتتحت اليوم بمشاركة 45 بلدا إفريقيا سبقها الشماع وزاري شارك فيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطا وكان بوريطا أكد في هذا الاجتماع على أن المغرب مستعد وقادر على المساهمة في شركة جوهرية وعملية مع كوريا وعدد بوريطا أوجه الشركات التي تجمع المملكة بكوريا وأيضا ببلدان القارة الإفريقية حيث للمغرب موقع جيوسياسي هام يؤثره حرص جلالة الملك محمد السادس على التعاون جنوب جنوب عددهم يلامس في دورة يونيو نحو نصف مليون مترشح ومترشحة سيجتازون امتحانات الباكالوريا الاثنين المقبل نحو ثلاثة أرباع المترشحين يدرسون في الشعب العلمية والتقنية بحسب الأرقام التي كشف عنها بالأمس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي وريادة شكيب بن موسى بمجلس أن ومقتطف من كلمة وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى خدا بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي عرفها القطاع خلال هذا الموسم تم أولا تكييف البرنامج المدرسي ثانيا تم أيضا مراجعة الإطار المرجعي لتم تكييف دياله باش نركزه على المواضع اللي هي أساسية كل أساسي دا وكل تلاميذ كانوا على عين منذ شهر فبراير بهذا الإطار المرجعي وغدا يجتاز تلاميذ سنة الأولى باكالوريا امتحانات التي تعرف بالامتحان الجهوي ضغط الامتحان تتوقف عنده سعاد زيتراوي في نبض المجتمع أنا بك سعاد أنا سنع اذا غدا تلاميذ سنة الأولى سيمتحنون كل التوفيق لجميع المترشحين لالامتحانات في حصاد السنة الدراسية ضغط نفسي كيعيشه تلاميذ حتى الأباء كنا عشنا تجربة سناء وكنا عفوشنا والضغط نفسي أيام بالامتحان غدا يجتاز تلاميذ أولى باكالوريا امتحانهم الجهوي وبعد أسبوع يجتاز تلاميذ ثانية باكالوريا امتحانهم الوطني أسابيع والتلاميذ منهمكون في التحضير للامتحان لكن إذا ما سألنا كيف يجتاز تلاميذ هذه المرحلة فأكيد الجواب سيختلف باختلاف مستوى وقدرات وبرنامج عمل كل واحد لكن العام المشترك بينهم هو الضغط النفسي وذروة القلق والأرق والخوف تكون قبيلة وأثناء أيام الامتحان هواجس وأسئلة تطرح تباعا ودون توقف كيف ستكون الأسئلة ما هي المعدلات التي سأحصل عليها هل سأنجح في الامتحان؟ أسئلة لها وقع المطرقة على الرأس هذا الضغط الذي يعيشه تلاميذ ينتقل إلى المحيط العائلي فالأسر تتقاسم مع أبنائها كل لحظات التحضير للامتحان وكل مخاوفهم بحيث يجد التلميذ والأسرة أكثر من مبرر لخوفهما باعتبار شهادة الباكالوريا شهادة مفصلية في المشوار الدراسي وتحظى بمكانة خاصة لكن خبراء التربية يصون بعدم الوقوع في فخ التهويل والخوف والإصابة بفوبيا الامتحانات الإشهادية الباكالوريا ليست مسألة حياة أو موت هي قنطرة مهمة في الحياة الدراسية لا بد أن يعبرها التلميذ بنجاح وسلام أيضا بنجاح وسلام يجب أن يعبر المترشحون هذه القنطرة في المسار الدراسية توقفت عند الضغط الذي يعيشه المترشحون أحيانا الأسر تمارس نوعا آخر وضغطا إضافيا لنفسية المترشحين غدى المتحان وشفتي هذه أسئلة ربما تتحول إلى ضغط نفسي صحيح سنع قواعد واضحة يساهم فيها الأسرة بشكل كبير باعتبارها الحاضنة لكل الظروف وهي القادرة على تقويم كل عوجاج خلال أيام الامتحان تكون العائلة أمام ضرورة تنظيم وقت ابنها وتشجيعه وتحفيزه والابتعاد عن الضغوط النفسي التي تصل في بعض الأحيان وعند بعض الأسر إلى اللجوء إلى التعنيف اللفظي وحتى الجسدي ونقطة مهمة لابد من إثارتها بحكم أنها تحدث كثيرا وهي المقارنة يوصي خبراء التربية بتجنب وقوع العائلة في فخ مقارنة ابنها مع أقرانه لأنه في الأخير كل شخص له مهارات ومواهب وقدرات خاصة به للمقارنة مفعول جد سلبي على نفسية التلميذ خصوصا أيام الامتحان كل ما يحتاجه التلميذ هو الثقة في نفسه في قدراته وتشجيعه وتحفيزه وتوفير جوهادئ له وأوقات الاستراحة والترفيه ليست طرفا بل هي ضرورة كلنا عشنا تجربة تجربة قلق الامتحان وغصة الرصوم وفرحة النجاح وللتلميذ نقول لا بأس من رفع منزوب الثقة في النفس وإعلاء شأن المعنويات فهما مطلوبان وبقوة لتجاوز هذه الفترة بكل اطمئنان في الأخير الدراسة ليست هي فقط اجتياز امتحان وانتقال من مساوى تعليمي إلى آخر هي تكوين واكتساب معارف ومهارات وقيم الدراسة هي بناء شخصية الإنسان يجب أن تبنى على أسس متينة حتى تقاوم كل هزات ومطبات الحياة كل توفيق للمقبلين على الامتحان شكرا لك سعاد وكل التوفيق لجميع الممتحانين إن شاء الله في ردها على سؤال شفوي حول تنزيل برنامج الدعم المخصص للسكن قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطم الزهراء المنصوري إن عدد المسجلين من أجل الحصول على الدعم من خلال هذا البرنامج بلغ في ذرف خمسة أشهر أزيد من ستة وسبعين ألف طلب منذ انطلاقه في الثاني من يناير الماضي وإلى حدود الثالث من يونيو الجاري هذا برنامج طموح جل دعم السكن لتعطى التغرقاء بتاريخ جوج يناير 2024 وتتبنى على خمسة الركائز أولاً خرجنا من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية على المواطنات والمواطنين المسألة الثانية لاستفادة على الطبقة دات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة كذلك بسطنا المساطير لإقتناء عبر رقمانة العملية 100% تنويع العرض السكني من خلال إمكانية إقتناء منازل فرضية إلى جانب شقاق ثم يلغى شرط عدد الوحدات ستاح 500 شقة لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وهذا الشيء هو الذي يمكننا إلى هذا الصباح واحدة المجموعة ديال المعطيات والمؤشرات غن أعطيهم لكم عدد المسجالين 76,190 90% عندها الشروط ديال الاستفادة 23% منها مغاربة مقيمين في الخارج 38% منها نساء 12,795 لإستفادة حاليا مع توالي السنوات العجاف المعطى أثر بشكل واضح على مردودية الإنتاج الزراعي من جهة ومن جهة ثانية على فرص الشغل والعمل بالعالم القروي اليوم بصعوبة الزراعة السقوية تقاوم وتؤمن فرص للعمل لشباب العالمي القروي روبرتاج حسن برأبح على عكس الفلاحة البورية القطاع الفلاحي المعتمد على الرأي لازال يوفر فرص عمله لليد العاملة بالعالم القروي نحن بإقليم تادلاء بجماعة الكامون أولاد سعيد في هذا الحقل ينكب عبن العزيز رفقة مرافقه على عملية حصاد الفصة عمل دؤوب يحتاج للجلد والصبر في موسم جاف وتنذر في فرص العمل بالمجال القروي كنا كنا نخدمه واحد تقريبا تلاتة شهور في السانة اللي كنا نخدمه بـ 150-200 درام في النهار دابا قلات والليت كان نخدمه بـ 180 درام وتقريبا واحد الشهر اللي كان نخدمه في هذا الفصل لها الصيف الأمطار اللي اطرات على عدم نوزو الأمطار هي اللي اطرات على الفلاح على هذا الخدمة ديالنا ما بقيناش كما كنا نخدمه بـ 3 شهور اليوم اللي كان نخدمه شهر والله قريبا 25 يوم في هذا الفصل خلال الثلاث سنواتنا الماضية فقد القطاع الفلاحي حوالي 200 ألف منصب شغل كل موسم فالقطاع الذي يشغل حوالي 40% من العيد العاملة المغربية تأثر كثيرا بتعاقب مواسم الجفاف كما تأثرت مداخل هؤلاء العاملين بالحقول نحن نخدمه من ماد سيد التي عطلنا نخدمه مع تنذيره مع التامان مثلا 16 ألف لكتار وتنخدمه نحن ثلاثة بينا وعول نخدمه فيها تألع شيئا وعلى ذلك بس نكمله الفصات اعتمد كعلف أساسي لإطعام قطعان الأغنم والبقر هي مادة حيوية تساهم في المساعدة على الحد من زيفه تكاليف اقتناء الأنواع الأخرى من الأعلاف في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار في نقاط البيع للإشارة فالقطع الفلاحي يؤمن 14% من النتج المحل الإجمال للبلاد رغم تعقب سنوات الجفاف واللحظة نعبر إلى الشق الثاني من الظاهرة وتتابعون بعد قليل رابطة حقوق النساء في الرباط تقدم حصيلة ما أنجزته في الحوز بعد زيزال الثامن من شتنبر وضيفتنا من الرباط جميلة جرمومة نائبة رئيسة فيدرالية الرابطة أي مكان ومساحة للقصة القصيرة في زمن تكنولوجيا والمد الرقمي سؤال طرح في موعد بركان للسرد مطلع يونيو الجاري جرع المغرب في تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية التي تحتوي على القنب الهندية حتى الآن تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى المديرية الخاصة بالأدوية والصيدلة وهذه المنتجات متاحة حصريا في الصيدليات طارقها تسويق المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية المستخلصة من القنب الهندي متاحة في بعض الصيدليات المملكة في مرحلة أولى أعلان يسمح القانون 13-21 للمحولين المصنعين بفتح نقاط بيع خاصة بهم هذه الصيدلية مثلا لم يتوصل بعد صاحبها بالمنتجات لبيعها حقا أن القانون التوزيع لهذا النوع من الأدوية فأخرج الوجود إنما بنسبة لنا كصيدلين ما زال ما لدينا هذه الأدوية يعني ما زال ما متاحاش لنا فقط نعرفوا بأن هذه الأدوية تحتوي على واحد المادة اللي اسميتها THC يعني لطي تخايدو كانابينول وخصي يكون النسبة لكتفوق 1% حتى الآن معنا حتى شيء اللي كنوزعوا كيحتوي على هذه المادة هذه الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنة بالهندية تؤكد أن القرار يصب في خدمة الاستعمالات الطبية للنبتعة شريطة الاستشارة الطبية وتوفري على الوصفة هذا أول منتوج هو مشرف أنه بعد الجهر لدارة الوكالة بالتقنين ولكن هذه المنتوجات كنتمنوا أنها تكون واحد مقننة لأن الطبيب يقدر ويعطيها كوصفة ولكن من الاهتمام دينا كجمعية لأن المهم دينا كان من الأول كان دفعا كان من دي طبي المحض أنه هناك بعض الأمراض التي لا تدوش بالأدوية التي كنا حديثها الخناب الهيندي يمكن استعملوه في الحالة الطبيعية في حالة واحدة إلى حيث نمنو المادة التي تكون مادة مخدرة وهي تدخى إدغو كانابينون هذه المادة التي لديها تأثيرات كبيرة لا على الضماغ ولا على الجهاز العصابي إلا في حالة واحدة إلى تخدمات في بعض المختبرات بطريقة علمية بطريقة صيدلانية وكتوصف لمجموعة من المرضى معينين ولكن هذا الشيء كامل يكون بوصفة طبية المنتجات المصنوعة من القنة بالهندي تم تحديد أسعارها من قبل الوكالة الوطنية لتقني للأنشطة المتعلقة بالنبتة ولحدود الآن تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية لدوية والصيدلة ويحضر ضيفاً معنا في بلاتو الظاهرة محمد الحبابية رئيس كونفيدرالية نقابات سيادلة المغرب لمزيد من التوضيح أهلا بكم شكراً نعم قبل أن نخوض في هذا الموضوع يجب أن نرفع اللبس على المواطن المغربي بخصوص هذه المنتجات أو مشتقات القنة بالهندي لأنه مع كامل الأسف عندما نتكلم للمغربي على منتجات القنة بالهندي أول ما يخطر على باله هو التخدير الحمد لله اليوم لدينا صناعة دوائية وطنية جداً رائدة التي استطاعت استخلاص كل ما هو إيجابي من القنة بالهندي وترك كل ما هو سلبي فبالتالي نحن نعرف بأن القنة بالهندي سنستخلص منه الكانابيديول السبدي هذا السبدي يوجد فيه واحد لتنور من التتخا إدروكانابيول هذا هو المسؤول على التأثير النفسي أو كما نقول عامة التخدير فليوم لما يكون عندنا السبدي الكانابيديول فيه التي أش كتر من واحد في المئة فتحويل يكون حتما إلى دواء ليس مكمل إلى دواء لكن من يكون عندنا قل من واحد في المئة هنا تحويل يفتح الأبواب إلى عدة مجالات بما فيها المكملات الغدائية التي أيضا يحتم عليها القانون لكي يكون فيها لقل من 0.3% لا تكلمتي على الشق التقني الصرف بلغة صيدلاني ما يهم شريحة واسعة من المستهلكين وربما من العامة ونحن جزء من هذه العامة التي تكلم عنها اليوم كان مكملات غدائية وحد منتجات التجميل طرحت في الصيدليات أولا سنوضح أن هذه المسألة ستكون متاحة حصريا في الصيدليات هذه المنتجات تقريبا تسعة مكملات غدائية وعشر منتجات التجميل إذا كنقابة صيدليات المغرب طالبنا بالتوزيع الحصري داخل الصيدليات لأن القانون 13 21 يحتم على المصار التتبع منذ النبتة إلى الصرف المكمل الغدائي إلى المواطن المغربي وهذا يتم تجميع المعلومات ككل داخل الوكالة الوطنية لتقنين وأنشطات وممتجات القنة بالهندي فما يمكن شيء اليوم يكون التتبع المصار إلا داخل الصيدليات لذلك نحن كنقابة لازم نحط الوكالة الوطنية لطرح هذه المكملات الأدوية لا نتكلم عليه لأن حتما ستكون داخل الصيدلية هذه المكملات الغذائية ليست أدوية نحن أكدو أن هذه المسألة لم تكن تحتاج الوصفة الطبية لا لا لم تكن لذلك لأنه هناك الجانب تأتي رغم أنا من مستخلصات القنة بالهندي أنا فصلت لك أن القنة بالهندي عنده الجانب الإيجابي والجانب السلبي فحيدنا منه الجانب السلبي اللي هو الجانب التخديري حيدناه منه وخدينا منه الإيجابيات اللي عنده وحد الخصائص لتعزيز العلاج وتعزيز الوقاية أتفق معي أنه المسألة في بدايتها يجب أن تكون حصريا في الصيدليات لماذا؟ لأنه اليوم كين صفحات على منصات التواصل في مجموعة من المنصات مكملات غذائية تباع خارج الصيدليات ما يخشى أن يتم طرح بيع هذه المكملات الغذائية وهذه مواد التجميل التي تم استخلاص من القنة بالهندية خارج الصيدليات وهنا يجب في اعتقاد تشديد المراقبة في هذه النقطة ولهذه الأسباب التي ذكرت الأخت سنة نحن كان طالب باش يكون هناك دائما مش غير في البداية دائما الحق الحصري في صرف هذه المكملات الغذائية داخل الصيدليات وكان خصني معي الاجتماع للوكال لكي تدافع على هذه النقطة هذه مسألة ترتبط بصحة المستهلك وفتحنا ربما كمستهلكين خاصة نعرف من نشري أي مكمل غذائي والفرصة ما فيها نذكر بها مرة أخرى يجب تسويق هذه المكملات الغذائية ومنتجات التجميل في المحلات أو الصيدليات المخصصة لبيع هذه المنتجات تقريبا هذا الورش للقنب الهندي وتقنين استعمالات القنب الهندي فتحوا المغرب بجرأة تقريبا هذه السنة نعم في هذه المرحلة نتكلم لمكملات غذائية ومواد التجميل هل نتوقع أدوية يتم استخلاصها من منتجات القنب الهندي علما أنه القاعدة العلمية وانت صيد لانيا ستعرف كثير مني أنه أي دواء يجب إخضاعه للتجربة على الأقل خمس سنوات قبل ترحيه في السوق الوطني أدوية التي يكون فيها أباس كنابيديول أي القنب الهندي التي يكون فيها الوتياش سي التي تخيض كنابينول كثير من واحد في المياه وهنا لازمنا نشتغل على التشريع الصرف للأدوية لأنها ستكون حتما بتقديم وصفة طبية يعني ما زال في المرحلة ديال المشاورات مع وزارة الصحة ومع الوكالة الوطنية لتقنية أنشطات ومنتجات القنب الهندي شكرا لكم محمد حبابي رئيس كونفيدرالية نقبات سيادلة المغرب على كل هذه التوضيحات بتسمم قضوهم تسعة أشخاص أصيبوا بتسمم جراء تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بجماعة سيد علال التازية وسنعود للخبر بشكل مفصل في القادم من مواعيدنا الإخبارية كما أشرت من قبل في العنوين في امتحان زلزال الحوز برز المجتمع المدني بشكل لافت للتخفيف من وقع الصدمة صدمة زلزال على ساكنة الحوز اليوم فيدرالية رابطة حقوق النساء تعود إلى الزلزال وتقدم في الرباط حصيلة ما قامت به الفيدرالية في قرى الحوز التي تأثرت من زلزال الثامن من شتنبر وتنضم إلينا مباشرة من الرباط جميلة جرمومان نائبة رئيسة فيدرالية حقوق النساء أهلا بك سيدة جميلة إذن اليوم الفيدرالية فيدرالية رابطة حقوق النساء قدمت حصيلة ما قامت به في زلزال الحوز لم تكن الفيدرالية وحدها في عين المكان برز بشكل واضح ولافت انخراط المجتمع المدني في تدبير ما بعد كارثة الزلزال ما هي حصيلة تدخل الفيدرالية في زلزال الحوز شكراً شكراً أختنا على الاستضافة وشكراً للقناة الثانية إذن بالطبع هذه وقفة الفيدرالية أخدت على عاتقها أنها تقدم ولو موجز عن العمل لقدمت منذ الإعلان منذ حدوث الزلزال 8 شتنبير منذ 9 شتنبير والفيدرالية بكل مكوناتها بكل عضواتها بكل المكاتب الجهوية درج اجتماعات وبالتالي وضعات تصور لتضامن الأول المستعجل للساكنة وهذا في هذا الإطار قمنا بقوافل متعددة وطنية ثلاث قوافل على المستوى الوطني عشرات القوافل اللي قام بهم مكتب الجهوي بمراكشا وبالتالي كان عملنا تضامن يبدأ من 9 شتنبير ولا زال مستمرا لحد الآن بحيث كان دعم مختلف كان دعم معنوي أولا وكان دعم مادي ولكن بالطبع كما قلت الأخت سنة أن هذا كان نوهب العمل اللي قاموا بي المغاربة جميعا والفيدرالية كأحد العناصر المجتمع المدني اللي استمروا في هذا الدعم بحيث أنه بنسبة الفيدرالية هو عمل استراتيجي سيدة جميلة في امتحان زلزال الحوز تأكد أهمية الفعل التضامني اليوم الفيدرالية ترابطت حقوق النساء ما بعد تقديم الحصيلة ألا ترون أن الفيدرالية والمجتمع المدني ككل مطالب بمواصلة الفعل التحسيسي والتضامنية في العالم القروي في منطقة الحوز تحديدا في تدبير ما بعد الزلزال بالموازات مع ما ينجز على أرض الحوز نعم الأخت سناء فكما قلت هو عمل استراتيجي بالنسبة لنا بحيث الفيدرالية وقفت كل أنشطة متواصل مع الشركاء من أجل دعم الساكنة لأن هذا عمل مبدئي الفيدرالية معرف عليها أن منذ سنوات منذ 2000 ويك تقوم بقوافل تضامني مع الساكنة كنا نقف على خصوصية هذه المناطق وعلى المطالب ومن نستقل كل المطالب التي ندر في الترافع سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني ولكن أيضا أثناء هذه الزيارات وهذه القوافل بلنا بأن الحجم الدعم كان كبير وأن المؤسسات الدولة قامت بالواجب ديالها بالطبع وأن حتى العسكر سوى ملعب واحد دور في تنظيم كل الدعم ولكن نحن من كما قلت لك عمل استراتيجي عدنا تصور العمل أنه لا زال مستمر لحد الآن شكرا لك يعني أننا قمنا بدعم قمنا بقوافل شكرا قوافل متعددة ولكن كملي كملي الفكرة لكي لكي نقاطعك فيها بعجالة جميلة قرموما قوافل متعددة وقمنا ببناء مجموعة من الحمامات قمنا ببناء السكن مؤقت قمنا بدعم للنساء بعض دواوير بمشروعات بسيطة من أجل التنمية والاقتصاد والمساهم في المنطقة شكرا لكم جميلة قرموما نائبة رئيسة فيدراليات رابطة حقوق النساء كنت معنا مباشرة من الرباط للشباب للطفولة تتوجه أتحدث هنا عن مشاريع بنيوية هامة في قصبة تادلة نتحدث عن مسبح نصف أولمبي قاعة متعددة التخصصات ومتعددة الرياضات ثم ملعب للقرب من بين بنيات تحتية أخرى بالقصبة كما سنتابع معك حسن بالرابح بوسط مدينة قصبة تادلة تم تلسين مسبح مغطى نصف أولمبي على مساحة تمتد على 1290 مترا مربعا بطاقة استيعابية تصل ل500 مقعد مخصص للجمهور ومجهز بآخر التجهيزات الحيوية مكيف ومزود أيضا بالإضاءة الليلية والماء الساخن ومقصف ومرافق صحية تيعطي واحدة كما تنقول واحد قفزة نوعية في البنية التحتية المحلية التي ستساعد الشباب على استغلال هذا المرافق الذي سيكون مأوى للشباب الجمعية الرياضية التي تهتم بالفند السباح وبضواح المدينة تم افتتاح قاعة متعددة الرياضات على مساحة تمتد على 1800 متر مربع بطاقة استعابية تصل ل900 مقعد وبتكلفة تبلغ 21 مليون درهم هذا المركز سيعطي طاقة إيجابية كبيرة بالنسبة للمرأة والطفولة والشباب لكي يلقوا في متنفس كبير وكبير جدا بالنسبة للسكينة لكي كاملة وبحي المرس أصبح بإمكان شباب المنطقة مزاولة كرة القدم في ملعب للقرب مجهز بالعشب الإصطناعي ونجي هنا كنلعب مع الدرار أصحابنا الأقارب أحباب كننشطوا بيناتنا كندوزوا أوقات زوينا وكنرجعوا لدوارنا كما كنتشوفوا هنا خسنا ماشي خس نزيدوا بززاف جال ملاعب ونل المركب الرياضي بمدينة قصب التدلا نصبه من عملية الترميم والتجديد بإعادة إصلاح العشب وأيضا تجهيزه بمقاعد حديثة وإعادة إصلاح جميع مرافقه الحيوية اهتمام الرياضي قد يستهر في مدينة قصب التدلا بإنشاء مجموعة بملعب القرب وطيران كبير اللي كما كنتشوفوا في حولة جديدة وهذا العام الفارق رغضي في حسك دي الانتصارات فيما يخص ضفتي وادي أم ربيع الذي يخترق مدينة قصب التدلا فبدورها ستخدع لعملية إعادة تأهيل شاملة في مشروع مهم من شطرين وبتكلفة خمسة ملايير سنتيم مشروع اللي تتمنى الساكينة اللي غادي يخرج الوجود اللي غادي يكون نفع دياله سواء اقتصاديا أو متنفس للساكينة دي المدينة قصب التدلا وفيه اللي كيوزك صديقة البيئة فيه مصابح دي الطاقة شمسية فيه باركينج فيه واحد البحيرة اللي غادي هي نموذاجية غادي يقول فيها الحوت حزمة من المشاريع تم تلسينها بمدينة قصب التدلا تهم الطفولة والشباب والبيئة وأكسبت المدينة حلة جديدة في الورقة الثقافية للظاهرة أي مساحة ومكان للقصة القصيرة في زمن التكنولوجيا والمد الرقمي هذا السؤال ترحه ثل من القصاصين والنقاد الذين التأموا في النسخة السابعة لمهرجان بركان للسرد حضروا عبد الحميد مرابط عبد العلي أعميراش ساعات غادر الرجل المشتر بقبعة تناسب رأسه وكرسي متحرك يستحمل الحماقات المحتملة في البدء كانت الكلمة والكلمة عندما تتشكل قصة وتقترن بجمالية الأداء والحبكة وقوة السرد والتخيل فإنها تجد الطريقة سالكة إلى وجدان المتلقي للاستمتاع بجمال الأدب واستعادة جوهر الإنسان وإثراء بعده التأملي والفكري جدوى هذه القصة يرتبط بطبيعة الإنسان باعتباره كائنا سرديا بامتياز ويرتبط أيضا بالبعد الجمالي في القصة على الاعتبار أنها أحد تجليات الجمال إلى جانب الأجناس الإبداعية الأخرى وأستطيع أن أقول شيئا آخر أن القصة هي شكل من أشكال الوجود في هذه الحياة القصة القصيرة يعني جنس أذبية يستحق أن يوجد ويستحق مثل هذه المهرجانات التي تجعله في تطور مستمر من طبيعة الحال مهرجان أبركان للسرد هو مهرجان يعني يشد الرحال إليه مجموعة من الكتاب والنقاد المغاربة ما الحياة إلا قصة جميلة يعشق القصصون حكيها للمتلقين الذين اجتمعوا هنا تحت خيمة مهرجان أبركان للسرد للاستمتاع بنصوص الأدباء الشباب والرواد وإبراز مكمن الجمال في القصة وإثبات جدوها في زمن المد الرقبي الجامح وإيقاع الزمن السريع عدد المشاركين محليا ووطنيا يتجاوز الأربعين مشاركا من المبدعين والمبدعات من نقاد والزينين يشجعون الفعل الثقافي والشأن الثقافي والإبداع خاصة بالجهة الشرقية التي أصبحت الآن عاصمة من العواصم الوطنية في تنظيم هذا النوع من المهرجانات خصوصا المهرجان السرد بإطفاء مهرجان أبركان للسرد لجمعته السابعة يكبر الحلم ويزداد ألق وتوهج هذا البنيان الأدابي الذي يطمح لتحويل مدينة أبركان إلى منارة القصة والسرد جهويا ووطنيا وعاصمة للإبداعي والثقافة والجمال وداعا بريز وأهلا مدريد الندي الملكية حققه مبابي في الخامسة والعشرين من العمر انتقل رسميا إلى النادي الملكي براتب هو الأعلى في صفوف ريال مدريد يصل راتب مبابي إلى خمسة وثلاثين مليون يورو في الموسم الواحد وفق صحيفة ماركا الإسبانية أقل من الراتب الذي كان يتقد مبابي في باري سان جرمان وصل راتب مبابي إلى سبعين مليون يورو بالإضافة إلى الحواس فيز لكن يبدو أن الحافزة كان كبيرا أمام ريال مدريد مبابي طفلا كان يحلم بأن يكون رياليا في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظاهرة الرباط تدعم المخترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار في غزة ورئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين يؤكد على أهمية دعم المغرب ويقول واشنطن ممتنة لجهود ملك المغرب استضفنا في الظاهرة عبد الحميد جماهري حول هذا الملف والمغرب حاضر في القمة الكورية الإفريقية الأولى بسيول انطلقت اليوم تؤسس لشراكة تريدها كوريا وإفريقيا أن تبني نموا مشتركا الرقمنة الكورية مطلوبة في إفريقيا والطاقة الإفريقية مرغوبة في السيول يلامس عددهم النصف مليون مترشح ومترشح لامتحانات البكالوريا هذا العام والأغلبية في الشعب العلمية أرقام كشف عنها وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى ونبض المجتمع كان اليوم على إقاعات امتحانات البكالوريا الامتحان الجهوي ينطلق غدا وصدفنا في الظاهرة محمد الحبابي رئيس كونفيدرالية نقابات سيادلة المغرب سؤال الظاهرة كان حول تسويق منتجات القنة الهند بهذا نكون قد وصلنا إلى غتام نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي أنفسواغ الليلة مع إحسان بن بلو والمساية مع زكريا أيتع بن مجيد شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة